لكن في سنة 643 استطاع نجم الدين أيوب الملك الصالح الذي كان يحكم مصري في ذلك الوقت استطاع تحرير بيت المقدس يعني قبل هذه القصة بحوالي 7-8 سنوات فمنكو خان الآن يعد الأمراء الصالبين بأنه سيعيد لهم بيت المقدس سيعطيهم فلسطين هدية وعد منكو خان تماما زي وعد بلفرو يا أخوان وإخواتي القصة بتتكرر فوعد من لا يملك شيئا لمن لا يستحق وبالفعل كانت هذه العلاقة التي بين الأمراء الصالبيين وبين منكو خان ملك التتار لكن خلي بالك الأمراء الصالبيين في عموم الأمراء الصالبية كانوا على وجل شديد لأنهم كانوا في حالة من الضعف الشديد وفي قلب العالم الإسلامي فلم يعلنوا صراحة أنهم يقبلون بأحلافهم مع منكو خان زعيم التتار إنما وقفوا على الحياد يرون أي الكفتين ستكون أرجح كفة المسلمين أم كفة التتار والذي ترجح يكونون معها باستثناء زعيم واحد فقط من أمراء الصالبيين في الشام وهو بوهمند كان أمير أنطاقيا وأنطاقيا موجودة دلوقتي في تركيا فبوهمند هذا أسرع مباشرة إلى كرة كورم والتقم مع منكو خان وتعاهد معه على أن يساعده قدر ما يستطيع على إسقاط الشام على أن يكون له العطاء الأكبر وبالفعل زي ما نشوف بعد كده بوهمند بيساعد منكو خان وبيساعده لكم ويكون له العطاء كما سنرى في الدروس القادمة منكو خان برضو عمل أحلاف مع النصارى في داخل العالم الإسلامي مش النصارى بقى الأمراء الصالبيين لا نصارى اللي عايشين في داخل المجتمع وصل إلى البطيارك في بغداد كان اسمه مكيكا وتعاهد معه على أن يعطيه مكانا مهما جدا في مجلس الحكم الذي يحكم العراق بعد سقوطها هكذا وعد منكو خان بل وصل منكو خان إلى رئيس وزراء الدولة العباسية أو الخلافة العباسية في ذلك الوقت تخيل وصل في أحلافه وفي دبلوماسيته إلى التحالف مع رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت والخليفة لا يدري شيئا الخليفة كان اسمه مستعصم بالله كان رئيس الوزراء هذا اسمه مؤيد الدين طبعا اسم مؤيد الدين العلقمي وكان شيعيا وكان شديد البغض لعلماء السنة وشديد البغض للخلافة العباسية السنية التي حملت اسم الإسلام سنوات طويلة وقرون طويلة وتحالف هذا الرجل مع مينكو خان على أن يعطى المكان الأول في مجلس الحكم الجديد بعد سقوط العراق كل الأحلاف ديت والمسلمين مش عارفين حاجة أو عارفين وسكتين لكن كل هذه الأحلاف كوم والأحلاف القادمة كوم تاني خالص قضية تانية مؤسفة للغاية قام بعض أمراء المسلمين بالسعي إلى كرة كورم للقاء مينكو خان أو بالرغبة في السعي إلى كرة كورم لكن هلاكو لم يسمح لهم بذلك ومينكو خان الذي كان يعقد الأحلاف بنفسه رفض أن يعقد معهم الأحلاف وأوكل بها هلاكو استصغارا لشأنهم فعقدت الأحلاف مع هلاكو عقدوا الأحلاف مع هلاكو لإسقاط الخلافة العباسية من هؤلاء؟ بدر الدين لؤلؤ كان أمير الموصل كان يحكم شمال العراق تعاهد مع العراق لإسقاط الخلافة العباسية قلج أرسلان الرابع وكيكاوس الثاني وكانوا زعماء السلاجقة في منطقة تركيا تحالفت تركيا في ذلك الوقت مع التطار لإسقاط الخلافة العباسية الناصر يوسف الأيوبي طبعا اسم كبير الناصر يوسف الأيوبي أمير حلب ودمشق أرسل ابنه العزيز ابن الناصر ليتحالف مع هلاكو وليكون في فرقة إسلامية في جيش التطار الناصر يوسف ده حفيد صلاح الدين الأيوبي مباشرة لا حول ولا قوات الابنة انظروا إلى البون الشاسع بين المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وبين الذين جاءوا من بعده وباعوا دينهم بعرض بسيط قليل حقير من الدنيا الناصر يوسف بعت ابنه ليجاهد في صف التطار ضد الخلافة العباسية ليحرروا العراق كما يقولون من الخليفة المستعصم بالله الذي يحكم العراق في ذلك الوقت كمان جاء لهم الأشرف الأيوبي وطبعا أنا مش عارف أشرف من مين بس مهم هو الأشرف اسمه كده الأشرف الأيوبي أمير حمص ليتحالف أيضا مع هلاكو ضد المسلمين الحياة إخواني الأحلاف ديت أضعفت إلى أقصى درجة شوكة المسلمين أضعفت شوكة المسلمين لأنها أحلاف تحيد بالخلافة العباسية من كل مكان إحنا بنتكلم على شمال العراق وعلى غرب العراق يعني بعض الممالك في شمال العراق مباشرة في الموصل وما حولها وبعض الممالك في غرب العراق في منطقة سوريا حلب وحمص ودمشق فشيء بشع أن تحاصر الدولة الإسلامية من كل مكان بالمسلمين الحاجة الثانية الخطيرة المعلومات التي أدلى بها هؤلاء للتتار هؤلاء يعيشون في داخل البلد الإسلامي كم من المرات زاروا الخلافة العباسية وزاروا بغداد وزاروا البصرة وما حولها يعرفون كل صغيرة وكبيرة كشفوا كل الأوراق دلوا على كل الخبايا نصحوا هلاكوا كل نصيحة ما عزموا مطلقا على الغدر بهلاكوا ولكن عزموا كل العزم على الغدر بالخلافة العباسية أو بالعراق الأكثر من كده يا إخواني أن هذه التحالفات حطمت تماما مع نويات الشعوب الإسلامية لما الشعوب الإسلامية رأت هؤلاء يسارعون في التتار يريدون أن يعطوا جزءا ولو بسيط أو حقيق من الدنيا في مقابل أن يبيعوا كل شيء تحطمت مع نويات المسلمين تماما وهذا الذي سيفسر لنا مستقبلا كيف أن المسلمين لم يرفعوا سيفا ليدافعوا عن أنفسهم لم يفكروا أصلا في مقاومة وضاع المسلمون تحت أقدام التتار في هزائم ما سبقت وما لحقت بعد ذلك في التاريخ الوضع يا إخواني كان فعلا مأساوي والإحباط كان كبير جدا عند العالم الإسلامي وفوق ذلك فما زال هلاكو يخطط ويخطط ويخطط ماذا أكثر من ذلك؟ الحرب النفسية التي شناه هلاكو بعد ذلك على المسلمين لم يكتفي هلاكو بالإعداد العسكري لمسرح العمليات ولم يكتفي بالأحلاف التي عقدها مع النصارى ومع الكرج ومع الأرمن ومع أمراء الصليبيين ومع أمراء المسلمين ومع كذا وكذا ولكنه بدأ يرهب المسلمين إرهابا شديدا بدأ يكون بحملات استنزاف للخلافة العباسية على مدار السنوات الخمس التتار ما دخلوش العالم الإسلامي بحروب شرسة من أيام جنكيس خن وأوكي تاي بدأ يفكرهم بالذي مضى بدأ يدخل على القرى الآمنة يذبح كل من فيها ويعود حروب استنزاف بدأ يغير على القوافل في أحد إغاراتي على القوافل استولى على قوافلة فيها ستمائة ألف دينار من الذهب للخلافة العباسية تخيل مدى الضربة الاقتصادية التي وجهت إلى الدولة العباسية بنهب ستمائة ألف دينار من الذهب منها فكان يستنزف الدولة العباسية عن طريق هذه الحاملات الإرهابية وشاع بين الناس أن التتارى لا يهزمون الحاجة التانية عشان يحطم معنويات المسلمين بدأ يتواصل مع بعض الأدباء المسلمين الأدباء المسلمين والكتاب المسلمين كانوا في ذلك الوقت كالإعلام الإعلام كان عبارة عن القصص والنثر والشعر الخطباء الذين يتكلمون هنا وهناك فبدأ الخطباء في بلاد المسلمين يتحدثون عن إمكانيات التتار ويتحدثون عن قدرات التتار ويتحدثون عن الفجوة الهائلة الشنيعة بين جيوش التتار وبين جيوش المسلمين حروب يا إخواني في منتهى البشاة حروب نفسية تخيل لما المسلمين بنفسهم يقعدوا يشرحوا في قوة عدوهم وفي كل مكان زي ما كنا بنشوف لحد الوقت شرح لقوة أعداء المسلمين على صفحات الجرائد في كل مكان وفي وسائل الإعلام تحطيم كامل لكل إمكانية للمقاومة في نفس المسلمين خيول التتار أقوى من خيول المسلمين رجال التتار أقوى من رجال المسلمين نساء التتار أقوى من رجال المسلمين هكذا كانوا يقولون والله في إعلامهم حتى حطموا تماما كل معنوية كانت عند المسلمين وبالتالي سلم المسلمون رقابهم للتتار وكان التتار يكتبون رسائلهم بواسطة المسلمين وبطريقة المسلمين باللغة العربية وبالسجع المشهور في ذلك الوقت بل كانوا يستخدمون آيات من القرآن الكريم يصفون فيها عدل التتار في بلادهم وأنهم ما جاءوا إلى هذه البلاد إلا لنشر القيم التي عندهم وما جاءوا إلا للإبادة والناس تأخذ هذا الكلام منهم من يصدق ومنهم من يقنع نفسه أن يصدق والنتيجة تحطمت كل معنويات المسلمين وأصبح الجميع جاهزا لسيوف التتار عندما رأى هلاكو أن الأوضاع قد استتبت فكر تفكيرا جديا في جمع الجيوش والدخول على بغداد لإسقاط درة العالم الإسلامي وعاصمة الخلافة الإسلامية لأكثر من خمسة كرون بغداد المدينة العظيمة كيف كان ذلك وكيف كان نرد فعل للمسلمين في بغداد وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي غير من بلد العالم الإسلامي هذا ما سنعرفه وغيره في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه لي وذلك والقدر عليه فستذكرون ما أكل لكم وأفوض أمر إلى الله من الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته